الجزائر تضبط عقارب ساعاتها على موعد القمة العربية أيام تفصلنا عن هذا الموعد الهام وكل التحضيرات استكملت لاستقبال القادة العرب طرقات وشوارع العاصمة تزينت بالرايات الوطنية ورايات الدول المشاركة كل الأجواء توحي بأن الحدث الكبير سيكون الأهم في تاريخ القمم العربية كيف لا وقد اختار له رئيس الجمهورية هدفا أسمى يتمثل في توحيد الصف العربي وقد باشر رئيس الجمهورية مبكرا في توحيد رؤى أغلب القادة العرب حول موعد الجزائر من خلال الزيارات التي قادته لأكثر من عاصمة عربية نحن إلا كندير قمة عربية لازم تكون قمة جمعة إن شاء الله تكون طلاقة جديدة للعالم العربي اللي رأي ممزق نحن دولة دائما نجمع الفورقة في أفريقيا في العالم العربي حتى في أوروبا من الخليج إلى المحيط إلى العمق الإفريقي وزراء تعددت وجهاتهم حاملين دعوات رسمية بتكليف من السيد الرئيس نحو كل الأقطار العربية خطوة لقيت ترحيبا كبيرا من قبل أمراء وملوك ورؤساء الدول العربية ما يجعلنا نستشرف بقمة استثنائية السيد الرئيس الجمهورية أبى إلا أن يوجه رسائل شخصية لكافة القادة قادة دول الأعضاء في جباعة الدول العربية وأكد كذلك على رغبته في أن يشارك كل القادة إيدانا منهم باستعدادهم لاتخاذ القرارات التي يتطلبها الظرف العربي وتتطلبها التحديات لم شمل الأمة العربية توحيد صفها وجمع كلمتها ذلك ما تسعى إليه الجزائر لتكون البيت الجامع لكل العرب